اثنين من الجيش اليمني في منطقة بيرعايد شمال عمران واضف مراسلنا ان الجيش رد باعتقال ثمانية من الحثيين البوابة الغربية لمحافظة عمران وقد كثف الجيش وقوات الامن حضورهما فيها وعاد انتشارهما في بعض المواقع استعداد قتالي يبدو عالية مع تموضع بعض الاليات العسكرية على هذا النهر فضلا عن التزود باسلحة تتجاوز الحالات الاعتيادية مهمة هؤلاء الجنود من وجهة نظرهم دفاعية وذلك خشية من تقدم عناصر الحثي لكنهم ايضا ينتظرون اوامر القيادة العسكرية للتحرك وفق تغيرات الموقف نحن نطمن جميع ابناء محافظة عمران بانها ان شاء الله اننا الجيش والامن مستعدون للتفاع والكتال حتى اخر قدرة من دمائنا طالما وكانوا هم المعتدي وهم الذين يحملون السلاح ورفعون السلاح فنحن مدافعين غير بعيدا عن الحاجز العسكري تتمركز عناصر جماعة الحوثي قرب منطقة الماخذ على شكل اعتصام يطالب بتغيير محافظ عمران وقائد لواء عسكري مرابط في منطقة يتخذ الحوثيون احتياطاتهم العسكرية ايضا ويبدو انهم مستعدون للهجوم والدفاع ومع ذلك ينفون امتلاكهم اسلحة ويعتبرون ما يحملونه مجرد سلاح شخصي نحن لا نريد الحرب لكن اذا ارادوها فهم الذين سيحفرون لانفسهم قبرا لان الظلم مهما كان لابد لهم من نهاية وهذه نتائج الظلم يتموضع الحوثيون في ثلاثة مداخل لمدينة عمران اما الجيش الذي شيع عددا من قتله في المحافظة فقد واكب تحركات الحوثيين واعاد توزيع قواته بينما انتشرت عناصر قبالية مسلحة في بعض القرى اذا انفجرت الاوضاع عسكريا في هذه المنطقة القبالية فان العملية السياسية قد تعود الى نقطة الصفر لكن سكان هنا يعولون على امكانية حضور الحكمة اليمنية قبل ان تصيبهم ويلات الحرب حمد البكاري الجزيرة من المدخل الغربي لعمران